الضيوف الكرام في حلقتنا الحوارية حول أزمة المديونية العامة في البحرين في البحرين تراجع كبير في الأداء الاقتصادي تراجع في النمو الاقتصادي تراجع في مؤشرات عدة بدأت تظهر الآثار الكبيرة التي تركها عدم الاستقرار السياسي على الوضع في البحرين تنامن في أرقام العجز في الموازنة سنة بعد أخرى رغم الارتفاع النسبي في أسعار النفط إلا أن الموازنة تواصل تسجيل العجز وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات الإخفاقات واضحة وهي شهادة على عدم قدرة الحكومة على القيام بمسؤولياتها في تنمية الاقتصاد مما يدفع البلد إلى حافة المشاكل والضائقة الاقتصادية التي قد تعاني منها العديد من الدول فحينما نلاحظ المؤشرات الاقتصادية نرى أرقاما متصاعدة وأرقاما متراجعة فالأرقام المتصاعدة هي العجز في الميزانية المصروفات الأمنية والعسكرية الدين العام معدلات التضخم إضافة إلى فضائح الفساد في المقابل الأرقام المتراجعة هي في النمو الاقتصادي الإرادات غير النفطية ونسبة الصرف على مشاريع البنى التحتية نحن أمام هذه المعضلة وقرأنا في الصحافة كيف أن صندوق النقد الدولي قد طلب من الحكومة اتخاذ إجراءات للحد من الدين العام وجلست مجلس الوزراء الأخيرة تحدثت عن توجه نحو التقشف فكأنما يطلب من المواطن أن يكون هو الضحية إزاء هذه السياسات وهذا التوجه في الصرف على بعض الأمور التي لا تعني المواطن كثيرا فيما يحرم من المصاريف التي ممكن أن تنهض بمستواه المعيشي نسمع أن الدين العام قد وصل إلى خمسة مليارات دينار وفي الواقع الزيادة هي تقريبا أربع مليارات دينار في السنوات الأربع الأخيرة بواقع تقريبا ثلاثة ملايين دينار يوميا كأنما يتزايد هذا الدين العام لدينا في هذه الحلقة الحوارية بعض من المختصين من الاقتصاديين والسياسيين الدكتور تقي الزيرة الدكتور حسن العالي الأستاذ عبد النبي سلمان والدكتور جاسم حسين سأعطي للمتحدثين عشر دقائق ليتفضل كل واحد منهم بمداخلته وأبدأ منك دكتور جاسم ترجمة نانسي قد مرسل بسم الله الرحمن الرحيم أن الدين العام مع بداية 2013 وصل إلى 4.2 مليار دينار أو بالدولار أكثر من 11 مليار دولار هذا الرقم كان يساوي 40% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للمحرين وع بداية العام مع سبتمبر هذا العام نهاية سبتمبر المبلغ وصل إلى دين العام وصل إلى 5 مليار دينار 5 مليارات أو أكثر من 13 مليار دولار هو كان المفروض أن هذا الرقم نوصل إليه مع نهاية العام ونحن وصلنا إلى 13 قبل نهاية العام هذا حسب الحصائلات الرسمية الآن وصلنا إلى 44% من حجم الناتج المحلي وطبعا هذا الشيء أبا سبتمبر هذا وضع خطير أشار أبو عمار إلى موضوع السقف السقف يعني قبل كم سنة كان السقف بدأ مليار وصل مليارين ثلاثة ونصف حين وصلنا 5 مليار هو السقف النهائي طبعا هذا الشيء شكل سريع يعني كان المفروض يكون أقل من ذلك بس حتى عند المجلس المتعاون مع السلطة وبالتالي يوافق بالسكل السريع إلى هذا الموضوع خلني أعطيكم الآن هذه الأرقام الموجودة هنا بتشوفون أن نحن كان يعني هذا الأرقام الموجودة للجدول بداية 2013 4.2 من 10 40 في المناتج المحلي سبتمبر وصلنا 5 مليار المتوقع في نهاية 2014 نوصل تقريبا 6 مليار دينار و2018 سبعة ونصف مليار دينار أو 20 مليار دولار هذا الآن تخوف الموجود عند صندوق النقد وطبعا رقم كبير ليش هذا صار شدي أرجو أجيهني الآن نحن في ميزانية 2013 تم إقرار الميزانية النهائية بعجز قدر 833 مليون دينار أو 2.1 هذه مليار دونار 2014 914 مليون دينار في ذلك هذا اللي قاعد يصير يعني هذا الفرق اللي جايهني كل علاقة بعجز الموازنة العامة طبعا هذا بحاجة لتمويل وقاعد يصير تمويل لهذه الموازنة فصندوق النقد يعني يتوقع شدي نحن عجزة ما يكون عندنا عجز في الموازنة العامة المفروض أن يكون سعر النفط يصل 119 دولار للبرميل وهي طبعا غير واقعي يعني الآن بالبترول البترول البحين قاعد أقل من 100 دولار حد أقصده بيوصل 114 119 غير وارد أصلا في هالفترة بأي طريقة واخرى الآن فهذا البتالي يعني العز راح يكون أكيدا موجود فإذا وصلنا بالبتالي هذا الآن شيء أبا موجود يعني فإحنا لو برجع للورا 2008 كان الدين العامي شكل فقط 10 في المئة من حجم الناتج المحلي وصلنا أربعين حين أربع أربعين واحتمال نوصل واحد وستين يعني ارتفاع تنامي في فترة قصيرة جدا يعني مو طبيعي مو أعلى مدنة عشرين سنة خمس سنوات وهذا مو كل شيء يعني أكيدا مو شيء يعني سمر فبالتالي هذا هذا الموضوع قاعد يأثر على موضوع الملاءة المالية للبحرين ودليلي هذا أنا أتجي لهذا الجدول هنا هذا في جدول هنا يبين الملاءة المالية دول مجلس التعاون نحن الأقل بين كل دول مجلس التعاون يعني نحن إلى الموديز حديثا في شهر سبتمبر نزلونا من بي اي اي وان إلى بي اي 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 تو ونظر المستقبلية سلبية نحن الوحيدين بين دول مستعاون عند النظر مستقبلية سلبية كل دول أخرى عنده نظرة مستقرة نفس الشيء نحن الأقل أيضا في ستاندر زنفور نظرة مستقرة بس نحن بي 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 كلهم نشوف كلها بالإي نحن كلها في البي فنحن الأسوأ في موضوع الملاءة هذا طبعا هذا لا تكلفة لأن هذه التكلفة هنا يخص في موضوع الشي يسموننا الآن نحن لما نستقر لما نأخذ قروض من السوق الدولية نحن نكون وضعنا سيئ هذا رح ندفع فوائد أكثر وهذا حديثا قبل 12 سبتمبر لو بس بجهني الحكومة أصدرت سندات تنمية طويلة الأجر في الأسواق الدولية 350 مليون دينار لمدة لفترة مطولة دفعنا خمسة ونصف المئة فائدة على السندات كان المفروض أقل بس لأنه قبل شم شهر بس موديز نزلونا وبالتالي دفعنا بسوفاء يعني أنا يعني قاعدة أشوفه وضع كل شيء سيء وصعب جدا والتخوف الموجود أن احتمال بعد شمس أن الحكومة ستأتي للموازنة العامة هنا تشيل من أرقام المشاريع تشيل من أرقام المشاريع قالوا لكم لا لدينا فلوس لا يمكن أن يشيل من المعاشات والرواتب يشيل من المعام فهذا احتمال يوصل إلى أربعمائة أو فهذا الخوف من هذا ما أشتغل فعنده تخوف احتمال نفقات المشاريع المخصصات ستنزل وهذا يؤثر على موضوع التنمية الشوارع والكهرباء والماء والمشاريع التي تطغيرها بل حتى احتمال يصور في المصروفات المتكررة احتمال بعد فترة حكومة يقولون لا لدينا فلوس لازم نجمد التوظيف للقطاع العام لا يوجد زيادة في الرواتب لا يوجد موضوع ترقيات من دون زيادة في الرواتب فهذا احتمال تكون خيارات جدا صعبة سمونا نحن لاحظنا مثلا تجربة اليونان لو بشكل سريع عندي تجربة اليونان كيف اليونان دفع الثمن غالي وقالت يدفع الثمن غالي يعني وصل بالحال ان في اليونان نحن قاموا يأجرون بعض الجزر جزيرة قاعدة يتأجر على قطر دولة اخرى خدوا الجزيرة بالكامل عشرين سنة ثلاثين سنة سووا مشاريع بس احنا ما نتفع رواتب لا حد فخيارات جدا صعبة حتى لاحظنا ان الاتحاد الاوروبي ومنطقة اليورو قاعدوا بترة صعبة لان في عندهم تاريخيا البرازيل مرت بتجربة صعبة المكسيك واجد دول فاحنا قاعد نتجل لهذا الوضع يعني الان احنا يصل لستين في المئة بعد شمسنا فيعني وضع يعني وضع خطير مثل ما تشوفون الاحصايات سمنا يعني القراءة فاعتق احنا الان اذا ما واجهنا هذا الوضع بجدية من الكل المجتمع المدني وسائل الاعلام السلطة التشريعية باحتمال الوضع صور فيه انفلات للأزمة للمديونية وبالتالي كنا امام خيارات جدا صعبة اقل شي تخفيض المصرفات ضراءة من جهة وما هي لذلك فبتكون وضعنا لذلك اعتقد ان احنا شبح شبح خطير جدا يعني هاي قبل شمسنا ما كان عندنا هالمشكلة يعني 2008 المشكلة ما كانت موجودة بل كان وضعنا مريح كنا نقول جماعة زيدوا الآن لا الآن ترك الموضوع بيكون خطير يعني علينا وعلى المستقبل وعلى الخيارات المستقبل بالتالي ان شاء الله نحتاج الى اعتقد الى تضافر الجهود ليقاف هذا الشبح الخطير وشكرا شكرا على التزامك بالوقت دكتور يمكن عطيتنا دقيقة ايضا فاذا نحن امام ازمة ستتأثر كثيرا بها مصاريف المشاريع التي هي اساسا الضحية من هذا الوضع الاقتصادي الان مع الاستاذ عبدالنبي سلمان الحقيقة ما عندي ورقة مكتوبة لان اتفقت مع الاخوان تكون عندي مداخلة بس اصروا ان اكون موجود ماملهم بس لا بس يعني ان الواحد يتكلم في هذا الموضوع المهم والحساس انا اعتقد احنا بصفتنا كجمعيات سياسية وايضا ك يعني هذه الندوة ربما يكون طابحة طابع اقتصادي لكنها بالفعل وتأسيسا على ان يكون الاختصاد دائما هو يعني لصيق بالسياسة وبالسياسات المعمولة في الدولة فلابد ان ننطلق من المنطلق تحويل هذه الارقام التي تكلم عنها الدكتور جاسم الى واقع سياسي ومناقشة سياسية جادة على اعتباره ان هذا الموضوع هو موضوع الساعة في البحرين لعدة اعتبارات اولا ان الديل العام في البحرين قضية مسكوت عنهم منذ فترة طويلة للأسف وايضا في ظل الازمة الحالية التي تعيشها البلد الازمة السياسية والتي سماعية التي تعيشها البلد اعتقد وغياب مجلس النواب بالكامل عن ملامسة هذه القضية الهامة والحساسة يجعل منها ازمة مركبة ومعقدة اكثر لانه لا توجد حلول في مواجهتها والدليل هو التعاطي اللي لاحظنا ولمسناه خلال الاشهر الماضية من قبل النواب تجاه هذه الازمة وايضا خلال مناقشتهم للموازنة العامة للدولة يعني كما هو معروف الدين العام هو مصدر من مصادر الإيرادات العامة للدولة تلجأ الدول عادة للاستيدانة لتمويل نفقاتها العامة عندما تكون لديها عجوزات فتلجأ للاقتراض من هيئات داخلية أو خارجية أو حتى أحيانا من أفراد ومؤسسات والدين السيادي كما تعلمون هو الدين المترتب على الحكومة ذات السيادة وأيضا عادة ما يكون على شكل سندات الدول تحاول أن تتبع في أزمة ديون السيادية أن تلجأ إلى محاولة تدبير العملات الأجنبية من خلال طرقها الخاصة وإذا فشلت فأمامها خيارات منها أن تلجأ للمؤسسات الدولية كنادي باريس أو صندوق النقد الدولي نحن بس نقدم مقدمة بسيطة على أساس نفهم أن واقع البحرين في المديونية العامة طبعا هناك شغلة أنا لاحظها عن قربي من خلال ملامستنا لواقع المديونية العامة في برلمان 2002-2006 وكيفية تعاطي الدولة مع هذا الجانب المهم يعني يتحدث وزير المالية باستمرار عن أن البحرين يجب أن تستثمر باستمرار مسألة انخفاض سعر الفائدة لتستدين من الجهات الدائنة من دون سبب موضوعي أو ذاتي حتى وهذه مشكلة كبيرة عويصة لأن المسألة ليست مبنية على سياسات مالية واضحة بالنسبة للبحرين ولا من يخطط للمالية البحرين يعني مثلا وزارة المالية يعني بنك البحرين المركزي يجب أن تكون جهتين مهمتين للتخطيط للسياسة المالية للدولة لكن ما يقوله وزير المالية دائما سواء أثناء مناخشة الموازنة العامة للدولة أو حتى في الخطابات العامة التي تنقل للصحف وتصريحات أننا نقترض لأن سعر الفائدة عالميا يشجع على الاقتراض تستطيعون أن ترجعون إلى هذه التصريحات باستمرار وهذا غير مبرر لأن تستدين الدولة من دون سبب موضوعي الأسوأ من ذلك محافظة البنك المركزي مؤخرا الأستاذ رشيد معراج عندما سئل عن المدينة العامة الدولة التي بلغت حتى الآن 5 مليار دينار أي أكثر من 13 مليار دولار توقعاته بالنسبة لـ 2014 قال بوضوح العبارة 5 مليار دينار هذا هو سقف الدين العام في 2013 لكن لن نتحدث عن 2014 لأن هذا هو موضوع آخر وهذا أيضا يؤشر مجددا على أن الدولة لا تمتلك سياسة واضحة في مسألة الاستدانة لأن محافظة البنك المركزي نفسه يتحدث عن 2014 هو لا يعلم حقيقة ما هو حجمة الدين العام أو إن كان يعلم فإنه لا يرسم لي يعني سقف هذا الدين وكيف سيتم التصرف فيه وهذه أيضا طامة كبرى إذا كان وزير المالية المسؤول عن التخطيط المالي في البلد والبنك المركزي المسؤول أيضا عن مالية البلد ورسم السياسات المالية والنقدية في البلد لا يعلمون ما هو سقف الدين العام في 2014 الأرقام التي تكلم عن الدكتور جاسم تتحدث عنها وكالة التصنيف الأتماني موديز مثلا وهي وكالة غير يعني لا تعمل مع البحرين بل لها وجهة نظرها الخاصة ساندر أمبورز وأيضا وكالة فيج لديهم تتوقع للبحرين بأن يكون حالة النمو مستقرة موديز طبعا تتوقع أن يكون الوضع التماني في البحرين ووضع المالي في البحرين ضعيف جدا وطبعا هذا يترتب عليه كثير من الأمور تترتب عليه هروب الاستثمارات أو تترتب عليه مشكلات مالية عويصة وأيضا زيادة في أعباء الدولة وتكاليفها خاصة إذا علمنا أن الدولة لا زالت مصرة عبر سياساتها الدائمة منذ الميزانية الأولى التي ناقشها بالبرلمان بعد الإصلاح حتى الآن مصرة على أن تكون ثلث ميزانية الدولة تذهب للأمور الأمنية والعسكرية حتى ميزانية 2014 أكثر من ثلث الميزانية ذهب للموارد العسكرية والأمنية مستغلين للأزمة السياسية كالعادة لأن هناك سبب دائما لزيادة النفقات الملاحظ أيضا أن مثلا عساس نعطي مؤشر على عدم تصرف بحكمة حيال مسألة الدين العام من قبل الحكومة أنه خلال ثلاثة أشهر فقط دخلت البحرين اقترضت البحرين اقترضت البحرين خلال ثلاثة أشهر فقط أكثر من 2.8 مليار دينار دولار وأيضا هنا السبب مرة ثانية هو الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة مجددا يعني لكن لم يقدم سبب لماذا تقترض البحرين خاصة أن هناك مساعدات مالية ضخمة جدا تقدم للبحرين بحجم البحرين وحجم تهاجات البحرين تقدم من دول مجلس تعاون لا أحد يتكلم لا في مجلس النواب ولا في الحكومة عن مشروع المرشل مثلا إذا كانت الدولة تريد أن تقترض لأجل بناء مشاريع أو بناء بيوت اسكانية فليكن فليقال لنا ذلك فليبرر لنا ذلك وتعضى لنا الأرقام لكن وكالات التصنيف الاتماني العالمي تقول بوضوح العبارة وهي ليست المرة الأولى تقول أن البحرين تستدين لتغطية النفقات المصروفات المتكررة وليس لإقامة مشاريع ذات قيمة مضافة وهذه أيضا طامة كبرى جدا لأن المخططين لمالية البحرين واقتصاد البحرين لا يرسمون اقتراضهم ومدونيتهم العامة مدونية الدولة العامة بناء على تأسيس مشروعات تؤسس لقيم مضافة وبالتالي تقلق فرص عمل أو تكبح من جماح البطالة بالعكس البطالة في ازديار والنمو الاقتصادي في تباطئ هذا أيضا حسب تصنيف الوكالات الاتمان ولا ندري نحن كشعب على الأقل وكمتابعين ما هو أو ما هو يعني ما هو بالتحديد جدوى هذا الاقتراض المتوالي السريع أنا أذكر تحديدا في 2006 آخر ميزانية ناخشنا في 2006 كانت مديونية الدولة 1.3 مليار دولار أعطيكم بس قصة وزير المالية أقنع المجلس أن سوف نغطي جزء مهم من هذا الدين من خلال بيع محطة الحد للكهرباء أو تخصيص محطة الحد للكهرباء طبعا محطة الحد للكهرباء خصصت بمبلغ أعتقد 6 مليار وشيء من النوع يفترض أو هكذا أكدت الحكومة أنها دفعت جزء من المبلغ اللي تحصلت من بيع محطة الكهرباء لتغطيج جزء من الدين العام وبالتالي صفيننا على 2006 أن المديونية العامة للدولة كانت 750 مليون دينار في عام 2006 خلال فترة بسيطة في عام 2009 قفز الدين العام مجددا إلى مليار فاصلة تسعة يعني تقريبا مليارين خدمة الدين العام في 2006 خدمة الدين العام الأقصات والفوائد المترتبة آنذاك كانت 75 مليون دينار في 2006 خدمة الدين العام الآن نتكلم في 2014 الرقم تضاعف الرقم 150 مليون في 2014 وهذه مشكلة يعني لأنه لا أحد يراقب الدين العام ولا أحد يسأل لماذا يتضخم الدين العام وبالتالي تتضخم خدمة الدين العام خدمة الدين العام يا أخوان ندفحها أحنا من يعني يعني من قوتنا اليومي كشعب ندفحها على حساب التعليم على حساب الصحة وعلى حساب البرامج التنموية الأخرى البنية التحتية كما شاهدتم في الفترة الأخيرة لأن الدولة يعني تصبح المديونية العامة للدولة مركبة وبالتالي يصعب الخروج من هذا المأزا إذا يعني الدكتور جاسم أنهي تقريبا الدكتور جاسم يتكلم الآن عن مع حلول 2018 ستكون المديونية العامة للدولة 7.7 تقريبا 8 مليار دينار وهذا أيضا يوصلنا إلى 61% من مجموع الناسج المحلي الإجمالي للبلد وهو أيضا مثل ما ذكر الدكتور جاسم يتجاوز السقف المحدد به خليجيا وأيضا دوليا كما صنفه صندوق النقد الدولي يعني تقريب ديوان الرقابة المالية يتحدث أيضا عن هذا الجانب بشكل سنوي يتكلم إذا ترجعون إلا تقريبا كل التقارير تتكلم عن مديونية العامة للدولة وتكلم عن قدمة دين العام ولا أحد يستجيب أنا أعتقد أن تقريبا خلصت وأترك الباقي لأخوان شكرا جزيلا شكرا أستاذ عبد النبي والآن المكرفون مع الدكتور حسن شكرا جزيلا لأخوة في الوفاق على صدافة هذه الندوة جيد أن أتحدث قبل اثنين علشان لا أكرر بعض الحقائق والأرقام بس إضافة بسيطة أنه إحنا اليوم لو نحسب خمسة مليار تقسيم ستمائة ألف يعني بحريني تقريبا يعني يطلع نصيب الواحد حوالي ثمانية آلاف وثلاثمائة دينار يعني كل واحد فيكم اليوم مدين للمؤسسات الدولية بما فيها الرضيع والطفل ثمانة آلاف ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين دينار برزو روحكم حق الأقصاط يعني أنا أعزي أزمة المديونية لثلاثة أسباب رئيسية الفساد وسوء الإدارة والحل العمني يعني هذا اللي مرتبطين أساسا بالوضع العام يعني إحنا لما تكلمنا في في بيان أمس تقرير ديوان المالية فساد البنية السياسية والاقتصادية أخو الفساد ما يخلي شيء ويطرق شيء يعني يطال المؤسسات الدولة وطال الدين العام وطال الأموال العامة وطال أنا بشكل سريع لأن عشر دقائق يخلني ألقي بعض الضوء على ماذا أقصد بسوء الإدارة والفساد والأمن واختيار الأمن نذهب أول شيء للإيرادات الإيرادات ارتفعت يعني من 2002 إلى 2012 ارتفعت من 1981 صارت 2791 يعني مليارين و791 دينار الملاحظ أولا أن هناك حسابات خارج الميزانية لا تدخل في الإيرادات وهذا الكل يعرفها يعني في دراسة للدكتور على الكواري يقول يعني ميزانيات دول خليج عموما 25% من الإيرادات لا تدخل في حسابات الإيرادات الدولة يعني 25% تروح للعوائل الحاكمة من فوق لفوق بدون ما تدخل داخل الحسابات الرسمية للإيرادات هذا أولا اثنين طلعت لنا أيضا الحكومة بدعة جديدة من 2010 أنه لما تجي لبند الإيرادات تقول إيرادات مثلا 3000 رأسا تخصم منها في نفس الحساب 800 مليون دينار تكلفة الدعم للمنتجات البترولية وتشيلها من الإيرادات مع أن هذه تكلفة الدعم للمنتجات البترولية هي دفترية دفترية يعني ليس حقيقية يعني الدولة ما تدفع علينا فروق دعم أسعار المنتجات البترولية هي تفترض أنه كان يفترض أن سعر السوق لهذا المنتج هلقد اللتر البترول وأنا أبيع عليكم بهلقد فالفرق بين سعر السوق وبين اللي أبيع عليكم أنا أعتبره هذا دعم لكم وبالتالي أنا أخصمها من الإيرادات مع أنه الواحد لو يفكر هذه الإيرادات وين تروح المفروض ترجع لبابك فإذا معناته هي قيد مزدوج يعني أنت تشيلها من الإيرادات صوب لكن تريد تضيفها المفروض دخل لبابك بس لما نرجع إلى بند الإيرادات هذه 800 مليون مو موجودة يعني بالفعل تحتسب كاقتطاع حقيقي من الإيرادات هذا جانب الإيرادات على الأقل علقنا ملاحظات جانب المصروفات جانب المصروفات تاريخيا يعني يمكن ثلاث كتر رئيسية في الميزانية هي التي قاعدت تستهلك الأجهزة العمنية والعسكرية قاعدة تاخد 25% الميزانيات التحويلية التي تضمن الإعانات زائد تسديد خدمة الدين 25% والوزارات الخدمية الصحة والتعليم والإسكان والأشغال والكهرباء والماء تاخد باختصار من 2008 سنة اللي صارت الأزمة ميزانية الداخلية والدفاع والحرس الوطني والجهاز الأمن الوطني خلال أربع سنوات زادت 450 مليون دينار زادت يعني من أفوا لأن الأرقام صغيرة يعني زادت من 440 مليون إلى 891 مليون 440 في 2008 وطبعا في عز الأزمة 2011 لعشان نأكد نسلط الضوء على الحل الأمني 2011 زادت 151 مليون و2012 زادت 129 مليون يعني وهي طبعا أكثر شي راحت لوزارة الداخلية يعني ويزانية وزارة الداخلية زادت في 2011 150 مليون دينار وفي 2012 زادت 129 مليون دينار يعني هذا كان ممكن البحرين توفر هذا العز المتفاقم لو عجلت بالحل السياسي بدل الحل الأمني المفروض على الناس الذي أدى إلى تضخم الأجهزة القمعية والبوليسية التي تراكض وراء بصادرة الحرياء الموضوع الثاني هو الميزانيات التحويلية زادت 472 مليون وهذا القسم الأكبر نفس هذا العنوان مال ديوان الاقتراض لتسديد القروض يعني الحين نحن نقترض لكي نسد قروضنا وهذا في المرتبة الثانية أما في المرتبة الثالثة الميزانيات الخدمية كلها يعني دعنا نشوف تزديد القروض هذا 472 مليون لأجهزة العركرية 450 بينما الوزارات الخدمية والإنتاجية زادت فقط 400 مليون دينار يعني أقل زيادة ما بين الأجهزة الثانية وهذا يأكد حقيقة أننا اليوم نقترض ليس للإنفاق على أنشطة إنتاجية مثل ما ذكر والأخوان وإنما على أنشطة أمنية وأجهزة مخابرات وعسكر وبوليس وتسديد قروضنا هذا اللي قاعدين اللي يؤدي حقيقة إلى تفاقم هذا العجز فهذه نقطة جانب المصروفات نروح لجانب العجز نفسه نحن من 2001 إلى 2007 كنا نسوي فائض يعني كنا نسوي فائض بلغ الفائض من 2002 إلى 2007 مليار وتسعمائة مليون دينار يعني ويكسور مليار وتسعمائة مليون دينار هذا فائض حققنا سؤال وين راح هذا الفائض في أي حساب دخل وين راح هذا المليار يعني عادة أنا أرى السعوديين عندما يطلعون الميزانية يقول أن عندنا عز 150 مليار ريال وسوف أقوم بسد العز من حساب الفائض المالي له يبلغ 400 مليار 500 مليار أقوم بسد ميزانياتنا حتى في عز الفوائض المالية كان الميزانيات المعتمدة دائما تطلع عز وكان دائما تكرر سوف نقوم بإصدار سندات للدين حتى في ظل العز معنات الفائض الذي عندنا لو يستخدم المليار تسعمائة مليون لتسديد العز الذي أيضا بنفس المبلغ بالضبط خلال نفس الفترة لم يحتاجن أساسا للاقتراض لو موجود هذا الفائض فقط هذا الفائض اختفى بقدرة قادر النقطة الأخيرة التي أريد أن أكد عليه أننا بينا بعض نقاط الفساد وبعض نقاط الحل الأمني النقطة الأخيرة هي أن نأتي لسوء الإدارة بالفعل اليوم مشكلة بحجم الدين العام نتكلم عن 5 مليار نتكلم عن 43% من ناتج المحلي وين الاستراتيجية الوطنية لإدارة الدين العام من يدير الدين العام اليوم الدين العام اليوم يعني فيه نظام متكامل يعني في المبادل الجزيدة يسمونه نظام الحوكمة حوكمة المال العام يعني إدارة الدين العام يجب أن يشرف على جهاز مستقل صح يشارك فيه وزارة المالية المصرف المركزي ولكن ممكن تشارك فيه جمعية المصرفيين جمعية الشفافية جمعية الاقتصاديين وتخضع هذه الأرقام للرقابة الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني الدين العام يتعرض لمخاطر سوقية مخاطر تشقيدية مخاطر ارتفاع السعار الفائدة توقيت الدين العام شكل الدين العام النزاهة الشفافية هذه كلها يجب أن تكون فيه استراتيجية واضحة لإدارة الدين العام وتدار من قبل إطار حوكمي تشارك فيه مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة وكون تحت رقابتها ويدار بشكل جيد وفق سياسات واضحة هذه النقاط التي حبيت الداخل فيها شكرا شكرا دكتور لازالت الصورة بالغة القتامة في ما يتم استغلال المال العام فيه الآن مع دكتور تقي الزيرة في مداخلته بسم الله الرحمن الرحيم في الواقع أنا أحاول أتعرض إلى البعد السياسي الاقتصادي الاجتماعي لمسألة المديونية الحكومية ما النتيجة لنوصل إليها لما نعرف أن مديونية حكومة البحرين بلغت نسبة عالية جدا من الناتج المحلي معناها ما تنتجه الدولة بمؤسساتها الخاصة والعامة والأفراد والحكومة تقريبا نص ديون يعني الدولة مقبلة أو مشففة على الإفلاس والإفلاس في المجتمع الدولي الإفلاس المالي معناتها فشل في الإدارة السياسية وليس فقط فشل في الإدارة المالية وهذه مسألة خطيرة جدا يعني فإحنا يعني نتمنى أن حكومة البحرين تلتفت إلى هذا المنحاذر الخطير الذي يعني سيعفي المعارضة من قيام بأي شعارات سيتحول المسألة إلى واقع سياسي مظلم جدا يؤدي إلى الحكومة تنهار ولن يكون أمامها بديل إلا أنها تسلم السلطة إلى الشعب كيف تفلس الحكومة إفلاس الحكومة مثل إفلاس الفرد الفرد لما تكون ديونة كثيرة جدا ديونة كثيرة جدا يقترض أول مرة يحصل لكفيل أو ضمان أرض أو ضمان أرصد ثم المال الذي اقترض لا يوفي أيضا بالاحتياجات لعائلته واحتياجاتها الخاصة يضطر الاستثانة مرة ثانية ويروح البنك يقول له أنت ما أدرت المسألة بالصورة صحيحة الآن نطلب عليك شروط إضافية يعني سيدور المجتمع والدولة الحكومة في حلقة مفرغة هذا بالضبط التحذير الذي وصلنا من ديوان الرقابة المالية ديوان الرقابة المالية ديوان حكومي حذر هذا الديوان وأقتبس إليكم حذر ديوان الرقابة المالية والإدارية من أن استمرار العجز في الميزانية وسداد القروض المترتبة عليه عن طريق الاقتراض قد يعرض الحكومة إلى تخفيض تصنيفها الاعتماني وبالتالي فرض معدلات فوائد عالية على القروض يروح للبنك وقل لي لا بزيد عليك الفوائد لأن أنت مقاعد الديرة صحيحة وفرض شروط إضافية في عقود التمويل كتقليل فترة السداد بدل معطيك قرض ومدة سنتين معطيك قرض لازم تسدد في سنة وطلب ضمانات للتسديد من قبل الجهات الممولة يعني غاية ما نريد أن نوصل إليه هنا أن الدولة لديها التزامات تجاه المجتمع التزامات تجاه المجتمع المحلي التزامات تجاه المجتمع الدولي مواثيق ومعاهدات دولية ملتزمة فيها وكلها تطلب مشاريع وكلها تطلب أموال إحنا مع الأسف وهذا يعني يشهد عليه التقرير الديوان الرقابة كل سنة بأن هناك فساد فساد كبير جدا إلى حد أن يعني لا يتمكن حتى مجلسي الشورى والنواب من الإفصاح عن هذه المسألة دون الوقوع في الحرج مع الحكومة مع من عينتهم أو من فتحت لهم السبل في دوار انتخابية تؤدي لانتخابهم وبالتالي الآن يعني العجز المالي في البحرين ابتدى مع العجز المالي اللي حدث في أمريكا عام 2008 وكلما توالى العجز على أمريكا توالى على البحرين معناتها أن اقتصاد البحرين اقتصاد تبعي طبيعة الاقتصادات التبعية التي تعتمد على الاقتصادات الخارجية أنها تستورد منها الأزمات ولكن ليس بالضرورة أنها تستورد منها الازدهار فالمشكلة أن عقيدة الحكومة عقيدة ليست عقيدة اقتصادية العقيدة الاقتصادية ممكن الصححة لكن إذا كانت عقيدة اجتماعية يعني لها فكر اجتماعي معين هنا تكمل اشكالية ف احنا بحاجة إلى أن نلفت نظر حكومة البحرين بأن يجب التعجيل في معالجة الأزمة السياسية حالية لأن أزمة الدين مرتبطة بها أزمة الدين الحكومي مرتبطة بها لأن متى ما وقعت الأصلاحات بصورة صحيحة التي يطلبها الشعب وتطلبها الجمعيات السياسية ستتحقق درجة عالية من الشفافية درجة عالية من المحاسبة الإدارية والمالية درجة عالية من معالجة القصور في العداء والفساد وبالتالي تصحيح هذا المسار المسألة ليست فقط الحصول على أموال أكثر مما نحتاجه لأنه ستنتهي في جيوب الفساد فإذن المعالجة هي معالجة سياسية بحتة قبل أن تكون معالجة اجتماعية أو اقتصادية شكراً شكراً دكتور فنحن أمام هذا المشهد لدينا مصاريف أمنية وعسكرية تتجاوز الثمانمائة مليون دينار وهذه لا تشمل المشاريع العسكرية لا تشمل المشاريع الأمنية هذه المصروفات المتكررة فقط في بلد بحجم البحرين يتم الإنفاق بهذا البذخ على الجوانب الأمنية والعسكرية في هذا البلد الذي تراجعت فيه نسبة الصرف على المشاريع بحيث أصبحنا لا نتكلم إلا عن 15 إلى 16 في المئة من الميزانية المعتمدة والتي لا تنفذ الحسابات الختامية دائما تشير إلى نسبة تنفيذ منخفضة جدا للمشاريع أترك الآن المجال للإخوة ليتداخلوا وأستاذ موسى تفضل أنت كل متداخل حد أقصى مدقية لأبي شكرا أنا أتفق مع الأستاذ تقي وجميع أن ديون البحرين حسب المرسوم مفتاحا لعطماد لخمسة مليار ولكن هل يعني أكثر منها دينار طبعا فلكن لن ننسى أن هناك في القطاع التجاري حدود أربعة مليار وأربعمائة مليون دينار مدينية التجار وهناك مليارين وأربعمائة أو ستمائة مليون دينار محريني على الديون الاستهلاكية في الوحرين يعني هذه معلومة أن الدولة أفلست وأن القرار قرار سياسي والفساد فساد سياسي ثاني شيء ليش نستدين نحن الآن ندفع حسب الميزانية التي في الجريدة الرسمية 190 مليون دينار فوائد خدمة الدين 190 مليون دينار 2013 و190 مليون دينار 2014 مسامحاً لدينا 861 و64 مليون دينار دعم النفط والغاز لسنة 2013 و860 أيضاً لـ 2014 هذا الدعم أيضاً مثلاً تفضل دكتور حسن هذا الدفتري نحن نرضى ونقبل أن تشيلوا هذا الدعم لأننا نعرف أن الدعم هذا لا يذهب للمواطن الدعم الذي يذهب للنفط البنزين الداخلي في البلد حدود أقل من 200 مليون دينار هذه معلوماتي والبقية كلها تذهب على الغاز لين؟ لشركات وهمية كالبا كالجي بي آسكي وصلب الحديد وندعمهم نحن ولا نأخذ أي ضراب عليهم ولماذا ندعمهم؟ 860 ديار فقط تدعم لهم شيء لهذا إذا كل عائلة من 120 ألف عائلة في البحرين يوررهم 610 دينار شهرياً لكل عائلة إذا يشيلون هذه نحن نعطي الحكومة أيضاً تشيل الدعم الآخر اللي هي 660 مليون دينار الدعم الكهرباء والماء وعندك الجامعات وعندك الطحين واللحم والدجاج هذه 660 نحن نعطي حكومين نحن نعطي الحكومة أيضاً ويوضر هذا الدعم ودفع 600 دينار شهرياً لكل عائلة هذه هذا نيزانية الدولة هل تصدقون أن لا يوجد دخل من وزارة الإسكان؟ هل الإسكان تعطي البيوت حبة؟ أم تأخذ إيجارات؟ في المصاريف موجودة 40 مليون دينار حق الإيجارات والإيجارات التي تتعبن الإيجار والأربعة مليون من الأولى التي يتوفرون ويسقطون عنهم ولكن لا يوجد موجود أبداً في الميزانية أي دخل من الإسكار ثانياً الميزانية التحويلية ميزانية التحويلية 851 مليون دينار أجمع البريكداون ما يطلع الـ 250 592 مليون دينار مفقود الأثر أقول لي من أين جمعت هذه؟ وهذا الذي يروحك الديوان شكراً يا أستاذ الآن نأخذ أستاذ عي العشيري وبعدين السيد الشرف المسوين نبدأ مع بسم الله الرحمن الرحيم نشكر الأخوات المشاركين على هذا أنا عندي أسئلة بس السؤال أول ما لا يستطيع النظام أن يعمل لتخفيض هذا الدين العام؟ يعني نحن نتحدّينا عن الوضع المأساوي وكذا بس ما لا يستطيع النظام أن يقدم أو يعمل كمقترحات من الأخوات؟ النقطة الثاني هل بالإمكان الاستفادة من المارشال الخليجي في تخفيض الدين العام؟ بعض الميزانيات المرصودة هل هي مجرد أرقام مثلاً أو فعلاً موجودة؟ لم يتكرمون عن رصيد الأجيال هل قد مليونة؟ هل فعلاً موجودة هذه المبالغ؟ هل هي أرقام موجودة؟ يعني هل فعلاً فيها مبالغ؟ مثلاً على سبيل المثال الأجيال هذا احتياط الأجيال صندوق هل هو موجود فعلاً؟ أم فقط أرقام يتكلمون عنها؟ أيضاً هناك بعض المصاريف التي صارت في الآون الأخيرة رغم أنها مصاريف قليلة لكن مع التراكم والمصاريف وتجمعها في أكثر من مكان هذا شيء طبيعي أثر التجنيس والصرف على المجنسين هذا الواضح المتطوعين الآن لم يكن هناك شيء يعني أعطيك مثال نحن في مدارس الدير السماهيج كان الغياب الطلاب غايبين يعني إذا الطلاب غايب ماذا تأتي متطوع مدرس يتصلون بالمديرة ونجيب لكم متطوعين تقول لهم ما عدنا الطلاب ما فيه ماذا تأتي المتطوعين؟ قالوا منجيب لكم متطوعين هذه مصاريفهم معاشات أماكن يقعدون فيها استهلاك نحن كل هاي مصاريف في كل مدرسة عشرين متطوع وزارة الصحة فيها متطوعين الآن بابكو فيها موظفين من الدفاع يجبونهم ووظفونهم في بابكو معاشاتهم من الدفاع بابكو أو بالعكس يمكن استلم راتبين الله العالم ففي مصاريف أيضا هذه إضافية قاعدة تصير حتى لو قليلة لكن مع التراكم هذا الأمر أعتقد في النقطة الأخيرة أن قد يكون هذا التوجه للإقتراض بدون سبب كما أشعروا وحطها من الحكومة أو النظام أنه عساس أن الناس ترأف بها يعني دول الخريج تقول الله هذه حكومة مفلسة وكذا دعنا نعطيهم ونمدهم في المرشال وكل سنة نعطيهم فلوس أصير يعني حتى على المستوى الفردي هناك أفراد يعلن فلاسة لماذا يعلن فلاسة؟ حيث أن يحتفظ أو عنده تأمين يقوم يحرق بنايته عساس يحوض فأنا لا أستبعد النظام أيضا يذهب إلى هذه السياسة لأنه مو يعني أنا أعتقد النظام مو مو قاعد يتأثر بهذا اللي قاعد يتأثر المواطن العادي في الأشياء البسيطة جنبها زائية عجل واشبحت الأشياء البسيطة أنت الآن موعد في السلمانية ستة شهور تصور قبل سنتين إذا تبغي موعد في السلمانية ستة شهور يقول لك لا انتظر أحسنت يا أستاذ علي جزاكم الله خيرا بس هذا الآن التلفون ما أدري الماكرافون راح يكون لسيد شرف بس الآن بسرعة راح أخذ إجابة طبعا كشي سيد شرف الموسوي يعني احتياط الأجيال هو موجود وهناك اعتمادات بواحد عشر مليون بس هم يعطون الأجيال واحد عشر مليون وقاعدين يعني مئة وخمسين مليون لازم يدفعونها إلى خدمة الدين راح أخذ تعليق من أستاذ عبد النبي سلمان شون تصور أستاذ علي يقول شون راح يخففوا من الدين عام هل عندهم الطريقة؟ لأن الإجابة قلناها من البداية طبعا لا يوجد إجابة لأن دولة تخفض دين العام لكن بالنسبة لوضع البحرين أنا أعتقد نتكلعها خمسة مليار يعني فعلا يعني بالنسبة بالنسبة لأي دولة أخرى يبقى الدين العام في البحرين يعني في حدود خمسة مليار معقول يعني لكن مو بالنسبة للناتج المحلي طبعا يعني دولة مثل لبنان فيها بلاوي يعني تلتلة يعني وهي دولة أيضا تعتمد على مصدرها رئيسي السياحة وزراعة يعني بس يعني إحنا تشخيصنا لمسألة يعني لما نقول مثلا ثلث الميزانية يذهب للعسكرة والأمن هناك بنود في الميزانية يعني واضح جدا الباب الأول كما يسمونه في الميزانية الرواتب أعتقد هذا يديش في النقاط التي ذكرت بعضها أنت هناك يعني تضخم في الكادر الوظيفي في البلد يكفي أن أحد الكاتبات في أو الكتبة الأخيرين في أحد الجرائد المحلية تستغرب عندما تذكر أن لماذا يوجد لدينا ثمانين وزيراً يعني هذه الدولة مثل البحرين ثمانين وزير اليابان بعظمتها 14 وزير يعني وعلى ذلك فقسم مثل ما يقاله هناك أبواب كبيرة في الميزانية الأخوان يتكلمون عن دعم الميزانية دعم المصروفات ونتكلم أيضا عن ميزانية الديوان الملكي ونتكلم عن بنود أخرى يعني ضائعة في الميزانية لا أحد يتحدث عنها أعتقد ضبط الموازنة من خلال البنود الرئيسية بنود الهدر العام أضف إلى ذلك الفساد يعني التقرير هذا يتكلم عن فقط طيران الخليج وطيران البحرين يعني مديونين للحكومة البحرين 345 مليون وين هي طيران البحرين ولماذا لا زالت مديونيتها قائمة ومن يملك طيران البحرين في مبالغ غير محصلة عند وزارة البلديات ووزارة الكهرباء صار لها أكثر من 12 سنة بالملايين نحن نتكلم عن مئات الملايين اقتصاد وميزانية بحاج ميزانية البحرين أنا أعتقد هذه المئات الملايين توفر لك ميزانيات مضاعفة وبالتالي فيه جوانب يمكن للدولة لو وجدت الإدارة الجيدة القادرة على إدارة الاقتصاد والمالية البلد أنا أعتقد بالإمكان هذا يكون مديونية مقدورة عليها بكل خاصة إذا قلنا أن ثلث الميزانية يدهم على العسكرة والأمن أنا أعتقد هذا بند رئيسي في إمكان الدولة أن تعمل شيء لكن من يجرع على أن يتحدث في هذا الجانب ومن يناقش في هذا الجانب لماذا تضخمت ميزانية الدفاع ربما نفهم تضخمت وزارة الداخلية لأن هناك أزمة سياسية وطبعا هذا غير مبرر يعني شنو الطائرات اللي شاروها شنو الدبابات اللي شاروها وكل كذا قوات درع الجزيرة كانت موجودة هنا يدافع عن النظام وعن ما يسمى بالمشآت الحساسة ما نشوف قوات الدفاع يعني ولا شنو طائراتها ولا وبالتالي هذا باب يعني أنا أعتقد يمكن أن يوفر على الميزانية مئات الملايين ويمكن أن نستعيد منها كثير شكرا ساب نبينا أخذ السيد شرف المكرافون إذا يروح للسيد شكرا أنا أخذ الموضوع من زاوية الشفافية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يعني الأرقام اللي تفضلتون فيها غنية تنصت تفاقية الأمم المتحدة على لمكافحة الفساد في المادة 13 با على ضمان تيسر حصول الناس على المعلومات ماذا يعني؟ يعني أن كل المعلومات والبيانات بتفاصيلها يجب أن تكون معلنة أمام الجمهور أمام الناس المهتمين يشتغلون فيها الأكاديميين يجرون بحوثهم وإلى آخر على سبيل المثال تجربة بسيطة مثل برازيل عندهم هذه القانون كل موظف من درجة مدير فما فوق إله صفحة على الموقع الإلكتروني للحكومة البرازيلية وكذلك الضباط يبين كم إراداته السنوية وكم مصاريفه بالملي تتوقف هذه الصفحة عن التحديث عندما يترك الوظيفة في الحكومة هذه موجودة وأي واحد يقدر يدشعر الحكومة البرازيلية من أي مكان في العالم يحط اسم الموظف هذا يوصل له هذا ياخدنا إلى موضوع اللي هو الفساد يعني أنا أعطي بعض الأمثلة اللي أكيد قريتوها في التقرير الأخيري بس حتى لا نطلع بعيد تكلفة بناء المستشفى الملك حمد طبعا ارتفعت من 30 مليون إلى تقريبا 75 مليون دينار ارتفاع تكلفة بناء جسر شمال المنامة من 22 مليون إلى 98 مليون ارتفاع تكلفة بناء تقاطئ ميناء سلمان من 10 مليون إلى 24 مليون ارتفاع تكلفة مشروع بوابة مدينة عيسن من 17 مليون إلى 48 مليون هذه الفروقات من أين تأتي هي اللي يتأدي إلى زيادة الدين العام لذلك يعني إذا فيه من توصيات فهذه الحلقة الحوارية هي توصيات الإصرار على البحث عن طريقة ما عن تخرج الحكومة قانون الحق الحصول للمعلومات اللي تقدمنا فيها احنا الشفافية مع بعض النواب في 2009 واللي إلى الآن لم يطرق في مجلس النواب على الأطلاق هذا طبعا الأمور هذه كلها تؤثر على مؤشر مدركات الفساد بالنسبة للبحرين اللي تتراجع من سنة إلى أخرى وأنا ببشركم بعد بدون ما أذكر لكم الأرقام لأنه راح تعلن يوم 3 ديسمبر البحرين أيضا السنة هذه تراجعت فهذا يعني مسلسل التراجع طبعا واحد منه اللي هو المسار اللي تكلمنا عنه وشكرا شكرا يا سيد إذا كان عدد من النواب تقدموا بأسئلة نيابية وطلبوا معلومات حتى عن بعض الشركات ورفضوا الإجابة عليها فإلك أن تعرف شنو حق الحصول على المعلومات نأخذ الأستاذ أبو إبراهيم شكرا يعطيكم العافية على المعلومات المفيدة أنا بقارب الموضوع من زاويتين زاوية واحد لو مالك لهذه البزنس يعني نعتبر أن البحرين البحرين محترمة ودولة وأنه he owns the business هل ممكن أن يروح يسوي هالعملية ما يهتم نتذكر في 2010 كان قانون مشروع قانون برفع دين العامة والسقفة إلى 1.9 مليون مليار يعني من 1.9 إلى 2.3 وكنا نحن طافشين يعني النواب فالحين قاعد يروح إلى خمسة وبعدين إلى سبعة ونص فلو كان هذا الشخص بعقلية أنا أتكلم سياسة الآن بعقلية أننا نملك البلد والمال ما لها وهذا المال ما لنا ما يسوي تشديه لو كان هذا الإنسان يريد أن ينتقم من مالكي هذا المال ويسوي هذه الدزاستر هذه الكارثة المالية في شركة أنا نحن نتكلم عن شركة وأنه بيطردون ما بيطردون كيف هم يسوي هذه الشغلة يعني إدارة البلد بهذه العقلية كأنما إدارة شخص يريد أن ينتقم من الناس اللي مو عاجبينهم أو هم مو عاجبين فيسوي هذه أما إذا كان حريص على أن هذا مال أو مستمر ما يسويها مو بعد يقول أن أنا عندي مسؤولية وبحافظ على الأموال ما للشركاء أو ما شابه فالعملية لا تخلو من يعني وضع السياسي سيء وكأنما أنما إذا إحنا مقابلين بالحكومة المعينة ومقابلين بإدارة هؤلاء الأشخاص علينا أن نذهب في تدمير هذا البلد وبعدين لاحد بحاسبنا ما في إجابة غير إلى هذه الإجابة أنتون غير تبون ديمقراطية وبعدين بتتحملون مسؤولية أمام الناس وبتواجهون المستقبل الاقتصادي لهذا البلد فهذا خلنا ندمر هذا الاقتصاد ونسوي في أسوأ حالة سواء كان في الهيكلية سواء كان في التوظيفات أو في البعد الاقتصادي ونخليهم عقب ما يحصلون الحكومة المنتخبة أو حتى الحكومة اللي فيها شراكة واش بيسون دي لين في الدين العام أول شغلة بيجي سؤال إن إذا تبت خففها الآن إعادة المصروفات المتكررة يعني الرواتب واش بتفنش الأوادم عشان تعالج هالموضوع تروح لموضوع الدعم يعني لازم تواجه الناس بأنه أنت ترفع الدعم أو تعيد هيكلتها فتواجه الناس بيها يعني في نهاية المطاف لا أرى إلا أنه عملية انتقامية من هذا الشعب بهذه الطريقة وصلونا إلى تدمير هذا البلد وبعدين كيفكم لأنه واضح إن من ياخذ القرارات ليس محاسب ولا سيخضع للمحاسبة في المستقبل هو يعتقد كذلك شكراً أرهيم ونأخذ الأخ حسين الصغير أبو محمد شكراً على يعني أثرتوننا بهاي الأرقام رغم أننا في الجانب الاقتصادي يعني مو داكز زود بس تبسيطها يعني خاصة دكتور جاسم في ندوة أخرى يعني تبسيط أنه فعلاً نقبل أن رب أسره يقترض لمشروع يبني بيت يقترض إلى يشتري سيارة مثلاً يشيطر بس نشفناها رب الأسره قاعد يقترض حق عيش عيش أولادي يومية يعني وصل لكارثة هذا إحنا هاي وضع البلد هكو واضح أنه قاعد نفس الاتجاه إحنا قاعد تقترض حق المصروفات المتكررة فهنا في وضع خطير يعني والمعارضة المفروض يعني الرؤية أنا أتمنى أن الحل اللي أسلط عليه يعني شفنا تقليل المصروفات الجانب العسكري التقليل الشفافية الفساد هو سبب إلى هاي المديونية أنا أتمنى تطلع رؤية المعارضة في حل هذه الأزمة إذا هي دخلات الحكومة يعني برنامج تعرض المعارضة نحن ممكن نقلل هاي دين عام نحن بنقلل المصروف العسكري في هالجانب هالقد بنقلل الشفافية بالزيد يعني كثير من الأمور محاربة الفساد وهي شيء غريب يعني ما شفنا في هالبلد ولا حالة فساد معد وزير وكيل مدير ما شفنا يعني عرضات منها وقضايا كثيرة شكرا جزيلا السلام عليكم أنا دوري أشكركم وأشكر الأخوان قدموا لنا عن الوضع الاقتصادي السيء عندنا أو المقبلين عليه بعد شفت أنا من ضمن الإيرادات 2.7 تحدثون عنها كانت إيرادات نفطية في هناك إيرادات مسجلتنها الدولة في الموازنة إيرادات غير نفطية بحدود 386 مليون تقريبا تقريبا 53 مليون وماشا أتفضل أبغي أسأله أو التساؤلي الموجود هنا أو بوسلمان تحجي عن موضوع أنه الهدف من الاختراض في بعض الأماكن أو بعض الدول نتيجة انخفاض نسبة الفائدة المدفوعة على الإقراض في هذا الزمن نحن نعرف أنه في الفترة مؤخرا صار هناك إشكال بين الكونغرس الأمريكي والرئاسة في موضوع زيادة الاختراض لسداد الديون أو زيادة الإقراض في الموازنة الأمريكية هناك الفكرة أنه لما يقترضون يقترضونها لأهداف إنمائية بينما نحن هنا الاختراض عندنا يروح نتيجة فساد وإدارة يروح لها ممكن مختلفة إلى جانب تساؤلي الثاني هناك بعض المديونيات على بعض الوزارات وذكرها تقريبا التقرير هنا عشر ملايين عند وزارة الدفاع وبعض الملايين في أضني طيران الخليج والصحة وما شابه سؤالي إن مثل هذه المديونية مثل هذه ما تدخل في الموازنة في المستقبل يعني ما تنفع الموازنة أو تنفع الميزانية في أن تقلل نسبة العجل هاي سؤالي للأخوان وشنو بيكون وضعنا إن شاء الله أو وضع عيالنا في 2014 و2015 ناخد دكتور حسن إذا ممكن حقيقة أخوان خلنا نكون صريحين حل ما دون الإصلاح السياسي الحقيقي لن يعالج مشاكل البلد إحنا هذا الحكومة عودتنا يعني حل دون إن تطال القمة السياسية للإصلاح يبدأ في بنية النظام توصيات بيثاق العمل الوطني كانت حلاوتها يعني والكل صوت عليه خربوا توصيات بسيون حلاوتها دمرت يعني كل شيء يفيدهم إجزين يختروا فاليوم نحن ممكن نقول تخفيض النفقات العسكرية وترشيد الإنفاق وحتى استراتيجية وطنية لإدارة الدين حسن ما توصي بس كل شيء تحت إدارة المؤسسات القائمة ما رح يتحقق يعني دعنا نكون صريحين الإصلاح كل شيء الدين العام الفساد البطالة سوء الإدارة كله يبدأ بإصلاح السياسي الحقيقي في البلد ما دون ذلك لن يتحقق شيء يعني نحن لا يمكن أن نخرج بتوصيات جيدة ولكن من ينفذ هذا البرلمان برلمان هو الذي رفض إنشاء مؤسسة مستقلة لمكافحة الفساد يعني الأخوة بالفاق تقدموا بالتوصية ورفضت الحكومة بدعاو أن هناك تشريعات كفاية لا يحتاج لمؤسسة مستقلة لكن عندما عيد تقديم الاقتراح بعد انسحاب من البرلمان أعضاء البرلمان هم الذين رفضوا تأسيس مؤسسة هم أبسط يقدر يقدر يكلف ديوان الرقابة المالية بالتحقيق في فساد الكوالبة يقدر يكلف بالتحقيق في خسار طيران الخليج يقدر يكلف بإعداد دراسة عن تفاقم الدين العام لكن نحن هنا لا يقدر يكلف في تقري ديوان الرقابة المالية فكل الأطارات والقوانين الموجودة عندنا هي ديكورية وما سيتحقق شيء لا يكون إصلاح سياسي شكرا دكتور ناخذ السيد رضي الموسوي شكرا للأخوة في الوفاق والأخوة المحاضرين يعني في ضوء اللي تفضلت فيه يعني طبعا الواحد يوصل إلى بعض الاستفسارات يعني هل هو دين مرسوم يعني هل هو بالفعل دين حقيقي أن نستطيع من خلال نقول أن هذا الدين راح إلى هذه المصروفات يعني هو فيه جوانب على الأرض احنا اليوم كل يوم نبيع فيه نفط 190 ألف برميل نخسر 3.6 مليون دولار نتيجة للفرق اللي بريك إيفن بوينت اللي تحذى تفضل فيه الدكتور جاسم نحن عندنا 190 ألف وعدنا سعر البرميل مليون مئة دولار وبالتالي تطلع بحسبة بسيطة يوم 103.6 من 10 أضرب فيه السنة وعلينا الحسب بعدين هذه واحد اثنين وهذا معناته أنه عجز فيه اللي تفضلوا فيه الأخوان في قصة الأرقام الموجودة في الميزانية هي أيضا تحتاج إلى تدقيق والمشكلة أن ديوان الرقابة المالية لا يستطيع أن يدقق بالطريقة التي يفترض أن يتفضل فيه الدكتور حسن صحيح مسألة النقد الخليجي لأنه يوصل إلى 60 أو إن شاء الله يوصل إلى 100 في 100 النقد الخليجي لا يوجد دكتور جاسم هذا صار لنا من سنة 81 لما تأسس مجلس التعاون الخليجي قالوا الأمن الخليجيين معاد ليس في سنة 83 هم وقاة الاتفاقية الاقتصادية لم يقالوا بيسوون دينار الخليجي الموحد أيها لحين نحن جم ثلاثين سنة ولا أحد حاج لما يستحقق كل واحد هرب لأنه خلاف على وين مقر البنك المركزي ولا وين نحط صورة من أول هذه وهذه يعني أنظمة أعتقد أن الجانب الآخر هل بالفعل إحنا واصلين إلى إفلاس حقيقي يعني مارشال الخليجي اللي نعرف أنه بعض الدول الخليج ترفض تسلم نقد كيش خايف أنه من يوصل من يتوصل كيش يتطير وبالتالي أن يقدمون فواتير لمشاريع قائمة وإذا تلاحظون يمكن مشاريع الإسكان يعني بغض النظر أنه في أي منطقة ولكن خلال سنتين الماضيتين مشاريع الإسكان زادت فبعض الدول الخليجية لم تسلم حصتها من مارشال ناقد لأنه خايف على الكاش يطير المشاريع الإسكان من فواتير مو المارشال المارشال غير موجود في الميزانية أصلا المارشال غير موجود يعني الفواتير في الموازنة من 2001 إلى 2008 الذي تفضل فيه الدكتور حسن بالفعل هذا السؤال أنت في حدود مليارين دينار يعني في حدود 40% 45% من حجم الدين اليوم وبالتالي السؤال وين راح الله يذكر بالخير إبراهيم شريف سأل هذا السؤال ودخل السجن لأنه معروف أنه أين يروح فأنت جاهز روحك شكرا شكرا راح راح ناخذ آخر آخر متداخل استاذ عبد الجليل أبو حسين لأنه ما شفت إيد ارتفعت غير وبعدين راح أعطي دقيقتين نعطيك راح المنطقي ما هو المخرج أين هو الحل أنا لن أتحدث باسم المعارضة أو باسم الشعب البحريني حينما يطالب بحل خلونا نرجع إلى تقرير تقرير IMF ومونيز اللي صدر في الأسبوع الأول من نوفمبر 2013 شوف هو أوصب توصيتين يعني مهمتين توصية الأولى أن الاقتصاد البحرين أكثر من 85% يعتمد على النفط وأن الـ 118 دولار في البرميل بما يعني أي تدبدب في أسعار النفط يتدبدب الاقتصاد معه ويكون الاقتصاد غير مستقر توصية الرئيسية عند الـ IMF وتبعتها مونيز في التقارير المنفصلة لمالهم هي وضعت اليد على الجرح مونيز وعين فقالوا أن لابد من وجود حل سياسي عادل وشامل يوفر الاستقرار للبلد لا مجال لا مخرج أنا أثني على كلامكم لا مخرج أمام البحرين إلا من عملية سياسية شاملة عادلة للخروج من الأزمة النقطة الثانية من يفكر من أطراف الدولة أنه يستطيع بالمال أن يعتبر أن المخرج الأساسي من الأزمة في البحرين عبر خيار الأمن هو فاشل وهذا أكبر دليل اليوم اليوم الدولة تتحرك بدون سقف اخترقت السقوف الآن هذه الأرقام المسجلة فقط يعني هناك ميزانيات سرية لا تعرض كم تصرف هنا نعرف أن الشرطي الواحد يمكن يكلفهم ألف دينار بين راتب ماله 350 دينار إلى ضمان على قولتهم علاوة خطر 300 دينار فوقها إلى سكن إلى مأكل والفيريس 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 وهذه الشغلات هذه كلها المنموم ألف دينار تقريبا بالنسبة إلى الموظف يعني المصروفات السرية تركها أخرى أنا أتكلم عن الأرقام الرسمية اللي مدز والآيم أف يعتمدونها في هذه الأرقام يقول لك أن أنت اليوم خارج يعني تصور أنت كنت هذه الأرقام الآن الموجودة يعني الآن مع دخولنا في عام 2014 يكون 6 مليار سقف الدين والدولة لا تدفع فقط الاقتراب لا تدفع الدين فالأزمة مستفحلة وعميقة والمخرج الوحيد هو المعادلة السياسية سؤال أيها الأسلم الأقل كلفة هو الخيار السياسي ونقطة على السطر شكرا أبو حسين وآخر المتداخلين السيد أحمد العلوي بسم الله الرحمن الرحيم شكرا للإخوة طبعا بداية أنا أقول جيد أننا خرجنا عن الخطاب السياسي ورحنا شوي في خلال هذه الأزمة إلى لغة الأرقام والاقتصاد التي تهم المعارضة والموالاة يمكن خلال مدة التي ستغاب لغة الأرقام المهولة والمخيفة لكل المواطنين بس يبدو أننا على رأي ضاحي خلفان أننا فلوسنا وميزانيتنا ميزانيتهم وميزانيتها ميزانيتنا فلوسنا فلوسهم فلوسهم فلوسنا فلا تخافوا إن شاء الله إن شاء الله كل نتصور طبعا نحن لسنا في دولة متكاملة المؤسسات يعني خلنا نقول فيه جهة اللي هي الديوان أو الملك أو العائلة يعني في طرف آخر هذه الأرقام الميزانية مبنية على إرادات ومصروفات طالما إحنا ما عدنا أرقام حقيقية للإرادات فكل المخاوف هذه قد تكون مخاف إحنا لم نرصدها بشكل حقيقي أو قد يكون ضخمة مضخمة لأن الإرادات غير حقيقية الموجودة يعني ما عدنا أرقام وشفافية واضحة أن هناك أرقام حجم الإرادات بالنسبة إلى الدولة فيه جزء كبير مخفي ولا يقدم لا للبرلمان ولا إلى المواطنين أنا أتصور أيضا مسألة المارشيل الخليجي لحد لا ليس هناك رقابة هناك يعني بعض المعلومات تقول أن الدول دول الخليج لن تقدم نقدا إلى الحكومة البحرين الآن بدأنا نشوف في مشاريع تطرح كمناقصات في الجرائد ولكن مع الأسف لأن هناك أيضا برلمان ضعيف وهزيل ولا يملك حتى الخبرة والتخصص ليست هناك لحد الآن رقابة على الأموال الخليجية المتدفقة على البحرين أنا مقترح أتصور نحن بحاجة أيضا إلى ندوة لتبين هذه الأرقام وتأثيرها على المواطنين بشكل مباشر يعني كيف في مجلس بلدي اليوم لم ترصد إلى المجالس البلدي على أي وازن المشاريع العام الماضي في 2013 عينا عجز حتى على مستوى المصروفات إلى الرواتب الموظفين حجم الوظائف أيضا اللي دخلوا فيها في الأزمة نتكلم فقط عن بلدة المنطقة الشمالية نتكلم عن 40 موظف تم إدخالهم في نهاية 2011 من دون موازنة من دون وجود هيكل أو كادر وظيفي أقل راتب فيهم فوق 500 دينار هذه فقط بلدية واحدة أو جهة حكومية واحدة فتصور يعني إذا أخذنا على مستوى البقية للوزارات كم تكلفة يعني الدولة وخصوصا أنه هذه ليه ما جاء ضمن خطة أصلا وإنما جاء عبر قرار سياسي أحسنت يا سيد ما دل السؤال هل ممكن أن تصل الدولة إلى ما لا تستطيع الاقتراض أو إلى حال لا تستطيع الاقتراض هل ممكن أن يمتنع المقرضين عن إقراض الوحرين أنا أتصور بنختم مثل السؤال بس يمكن باروح إلى الدكتور تقي وتوجز يعني تجاوب على هذا السؤال وإن كان عندك أي شيء يعني الآن توجه الموجود بدأ الدكتور حسن وكان إلى أصداء من خلال المداخلات أن حقيقة بدون يعني أصلاح سياسي هذه الأمور ستتفاقم أكثر فأكثر الآن البعض يتكلم ممكن وصل إلى درجة أنه لا يقرض البحرين ما ستقول يا دكتور تقي في كلمة ختامية طبعا لن نتصل الأمور إلى هذه الدرجة لأن البحرين محاطة بكثير من الحلفاء أكبر حليف وطبعا السعودية ودول مجلس تعاون ويعني الدين العام الحكومي لا يمثل البحريني لا يمثل شيء بالنسبة لموازنات هذه الدول واحتياطياتها الكثيرة فهذه المسألة ننتصل إلى هذه الدرجة ولكن المسألة تتعلق بالمجتمع الدولي كيف يرى حكومة البحرين وهي تدير الشأن المالي والاقتصادي وهي معناتها أيضا إذا فشلت في هذه الإدارة فهذه معناتها فشل أيضا في الإدارة السياسية وإذا فشلت في الإدارة السياسية معناتها أن هذه الثورة البحرينية ليست ثورة طائفية لا تتعلق بطائفة معينة إنما تتعلق بمجتمع وبدولة وبشعب يعاني من مشاكل جمة وهذه المشاكل الآن تبرز في تقارير رسمية نفسها طبعا طبعا المسألة الأخرى في هذا الموضوع بأن الدول خصد يعني الدول الغربية لها أنظمة ولها أجهزة رقابة مموجودة في الواجهة ولكن موجودة في الغرف الخلفية هذه الغرف تغدي أصحاب القرارات السياسية القادة السياسيين برلماناتهم بهذه المعلومات ثم تفاجأ أنت أن يطلع يوم من أيام قرار أن والحكومة الفلانية أخفقت في كذا وكذا وعليها أن تعالج المساعدة أخفاق سياسي كبير دكتور حسن بشي موجز نعم أنا أقول أنه سوء إدارة الدين العام حل بنتائج حقيقة اقتصادية وخيم على المواطن البسيط لأن اليوم موضوع الزيادات دائما يواجهون ببعبع عدين العام بينما إذا لا يستحضرني أن بند الرواتب والأجور حوالي مليار ومئتين مليون في 2012 إنت لو تاخد بيانات وزارة المالية النشرة الاقتصادية موظفي القطاع العام على مدى 6 سنوات القطاع العام خارج القطاعات العسكرية والأمنية قطاع الإدارة العام يعني الوزارات على مدى 5 سنوات زادوا فقط بنسبة 4% الموظفين في القطاع العام إذا تاخد متوسط الرواتب وضربها في حدد موظفي القطاع العام يطلع عليك 400 مليون زي 800 مليون اللي في بند الرواتب ثلثين بند الرواتب وين تروح تروح للأجهزة العسكرية والأمنية فيعني هذا السياسة التي تمشي فيها البلد جاءت بنتاج وخيمة على المواطن في أن الحد من قدرته وتحسين مستواه المعيشي بشكل عام إذا نتكلم عن موظفي القطاع الخاص موظفي القطاع الخاص لما بغوا وعدلون القطاع الخاص راحوا فرضوا العامل أجنبي جيد الفلوس هذه اللي جمعتونها تقرير ديوان رقابة المالية تكلم عن فساد تمكين وفساد صندوق العمل يعني حتى هذه الأجهزة اللي جبتونها ساعد المواطنين أيضا فاسدة فيعني نحن عمليا ندور في حلقة مفرغة حلقة مفرغة أنه ما لم يكون هناك اصلاح سياسي حقيقي بالظل هذه القضايا كلها تتفاقم وتنعكس بشكل جدا سيء على المواطن شكرا شكرا دكتور أستاذ عبد النبي يعني أنا بالنفس سياق بس إجابة على اللي ذكر الأستاذ موسى يعني هل ستصل البحرين لمرحلة عدم النماطق لا يسلف يعني أو يقرضها أستاذ أجاوب على جز مهم من السؤال لكن أنا أعتقد المشكلة مو بس في عدم الإخراض يمكن تغطي دول الخليج أو دول مجاورة لكن مشكلة في حال استمرار عملية يعني رفع الدين العام رفع سقف الدين العام مستمرة هناك أيضا جانب علينا أن لا ننسى وهو تكلفة وشروط الاستدانة ترتفع بالتدريج إذا كنا اليوم أتكلم عن مثلا سعر فائدة بثلاثة في ظل ارتفاع سقف الدين العام المضطرد سوف أيضا ينقص في الجانب الآخر هو التصنيف الاتماني للبحرين وبالتالي المخاطر تشتد وبالتالي يرتفع سعر التكلفة يعني أنا أطرح سؤال في نهاية الندوة يعني كثيرا ما حكومة البحرين تكلمت عن تنويع الاقتصاد ونحن نعرف كأبناء البحرين أن آخر كان في السبعينات وهو مصنع علب حقيقة وهذا هو المصنع الوحيد الذي يمكن نتحدث عنه ومنذ السبعينات لحد الآن أي معه بدء الدولة الحديثة في البحرين إذا بسمونا حديثة السؤال هو يعني ماذا ستعمل حكومة البحرين مع التقارير الرصينة التي صدرت هذه الأيام من أن أسعار النفط تتجه للهبوط مع حلول أبر القادم هذه مشكلة كبيرة جدا أيضا تنتظرنا في الطريق ما هي استعدادات الحكومة البحرين أنا أعتقد في ظل هذه العشوائية في إدارة شؤون الدولة وفي ظل مثل ذكروا الإخوان لا يوجد حل وأفق سياسي في البلد أنا أعتقد المسألة سوف تتضاعف ولا يوجد جواب حقيقي يمكن أن نتحدث عنه ولا أعتقد أن الحكومة تملك الجواب في ظل هبوط أسعار النفط شكرا بدأنا بك دكتور جاسم وننتهي بك شكرا مدينة أعطل المدينة سوف تتضاعف مدينة أعطل المدينة أعطل المدينة حاليا الخوف من الخوف من التنامي المديونية لكن الوضع حاليا ليس سيء جدا حاليا وقالت حاجة عن 44% من ناتج المحلي لكن النمو من 10 إلى 40 إلى 44 إلى 60 هذا هو الخوف بعدين لأين قاعدوا قبل شمسنا في الثمانينات قطر وصل عندهم المديونية إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي كان فيه كلام معقول جديد ولكن جاء الجواب هو أخذنياً هذا الأموال لتمويل قطاعاً لقطاع الغاز القطاع الغاز قطاع الغاز طبعاً حالياً كل يعرف قطاع الغاز بأن يوم قطر أكبر مصدر للغاز طبيعي المسال هذا فشيء فموضوع وين قاعد روح الأموال وين قاعد روح وإحنا حالياً قبل فترة اكتشفنا أن جزء من الاختراض قاعد يذهب لتمويل خسائر طيران الخليج حسب آخر العصائيات خسارهم 200 مليون دينار سنوياً هذا الخطأ هنا إذا كان الموضوع إنشاء مصانع شيء وظائف تنويع فهذا المشكلة هنا بعدين كان في إشارة لموضوع تقليص الدعم هذا حالياً مو متروح عندنا حالياً نحن أن الوضع سيء جداً مع الدعم الموجود للمشتقات النفطية إذا شلنا دلين ثمانمائة مليون طبعاً بصير الوضع أسوأ والمشكلة حالياً اقتراح صندوق النقط في هذا الحال صندوق النقط قلصوا الدعم الموجود هذا هو الحل حالياً هذا ليس الحل الحل في الفساد المالي الحل في الفساد السياسي لا يسمونه فالجانب الآخر صار في إشارة لموضوع الحساب الختام والفعل لدينا مشكلة الحساب الختام يعطوننا أرقام في المجموع مثلاً لما يجي القطاع النفطي يعطوننا بالإنجليز يقول لك النفط ناقص يعطني أريد ما كثر حقبابك ما كثر حقل البحرين يعطونك الرقم لا يفدي الرقم الكل أنا أريد دولار دولار دينار دينار متأطني في المجموع هنا تفاصيل الضيئة يعني اكتشفنا قبل مثلاً في حوالي ثلاثمائة أربعمائة مليون دينار تروح هنا وهناك فالمشكلة في هذا كان في إشارة لموضوع الاتحاد النقدي ترى احتمال الآن قمة الكويت تقر صار فيه إقرار نهائي من دون عمان والإمارات من الاتحاد لا أريد أن يكون هناك اتحاد هذا سهل اقتصادي سياسي صعب ولكن هناك اتحاد لا ماشيون في الموضوع خاصة مع تطورات القاصرة في المنطقة في احتمال وارد جداً أن قمة الكويت تعلن عن خلاص هذا المشروع الذي لا يجب الإمارات كيف يعني في إشارة كان في موضوع موديز موديز يعتقدون أن المشكلة سياسية في البحرين أننا نحتاج إلى حل سياسي لكي نعالج صندوق النقط لا يشوفون شيء يشوفون المشكلة في النفقات قلصوا الدعم في ذلك هناك تباين لكن في المجموع أنا أتوقع بعد فترة الحكومة ستذهب إلى المجلس النواب وتطلب زيادة في السقف المسموح للدين العام حالياً خمس مليار وما خلاص بيسرون خمس مليار وما كانوا في سبتمبر فأتوقع بيروحون لستة والمجلس أكيداً بيوافق شكراً شكراً دكتور واقعاً يجب أن نشكر المتحدثين الذين أثروا هذه الحلقة الحوارية بمشاركاتهم القيمة ونشكر الحضور الكريم من شارك بالمداخلات أو بالأسئلة أو بالحضور فالجميع ساهم في إنجاح هذه الحلقة هناك إعلان من جمعية الشفافية عن ندوة أيضاً مهمة جداً عن الفساد في قضية ألبا الكوة الندوة ستكون يوم الاثنين ليتو الثلاثاء في نادي العروبة الساعة سبعة ونصف فأتصور بأن مثل هذه الندوة تستحق أيضاً دعم الجميع لأن هذه إحدى القضايا الكبرى في هذا البلد في نادي العروبة الساعة السابعة والنصف يوم الاثنين هذه يعني عقب بكرة في الختام نشكركم جميعاً على الحضور وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر